هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قسين بن كلاب بن مرة القراشي ولد بمكة سنة 42 قبل الهجرة وتوفي بالمدينة في السنة الثالثة للهجرة عن عمر يناهز الاربع والاربعين سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وسنتكلم فيه عن أحد أوائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان غرة فتيان قريش وأفاهم بهاء وجمالا وشبابا يصف المؤرخون والرواة شبابه فيقولون كان أعطر أهل مكة ولد في النعمة وغذي بها وشب تحت خمائلها ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به مصعب بن عمير ذلك الفتى الريان المدلل المنعم هذيث حسان مكة ولؤلؤة ندواتها ومجالسها يمكن أن يتحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والفداء بالله ما أروعه من نبأ نبأ مصعب بن عمير أو مصعب الخير كما كان لقبه بين المسلمين إنه واحد من أولئك الذين صاغهم الإسلام ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام ولكن أي واحد كان إن قصة حياته لشرف لبين الإنسان جميعا لقد سمع الفتى ذات يوم ما بدأ أهل مكة يسمعونه عن محمد الأمين محمد الذي يقول إن الله أرسله بشيرا ونذيرا داعيا إلى عبادة الله الواحد الأحد وحين كانت مكة تمسي وتصبح ولا هم لها ولا حديث يشغلها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه كان فتى قريش المدلل أكثر الناس السماعا لهذا الحديث ذلك أنه على الرغم من حذاث السن زينة المجالس والندوات تحرص كل الندوة على أن يكون مصعب بين شهودها ذلك أن أنقة المظهر ورجاحة العقل كانتا من خصال بن عمير التي تفتح له القلوب والأبواب ولقد سمع فيما سمع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه يجتمعون بعيدا عن فضول قريش وأذاها هناك على الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم فلم يقل به التردد ولا التلبث والانتظار بل صحب نفسه ذات مساء إلى دار الأرقم تسبقه أشواقه ورؤاه هناك كان الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآن ويصلي معهم لله العلي الكبير ولم يكد مصع أبو يأخذ مكانه وتنساب الآيات من قلب الرسول متألقة على شفتيه ثم آخذت طريقها إلى الأسماع والأفئذة حتى كان فؤاد بن عمير في تلك الأمسية هو الفؤاد الموعود ولقد كانت الغبقة تخليعه من مكانه وكأنه من الفرحة الغامرة يطير ولكن الرسول بسط أيمينه مباركة الحانية حتى لا مست الصدر المتوهج والفؤاد المتوثب فكانت السكينة العميقة عمق المحيط وفي لمح البصر كان الفتى الذي آمن وأسلم يبدو ومعه من الحكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره ومعه من التصميم ما يغير سير الزمان كانت أم مصعبخ ناس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها وكانت تهاب إلى حد الرهبة ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه لو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وسحرائها استحالت هولا يقارعه ويصارعه لاستخف به مصعب إلى حين أما خصومة أمه فهذا هو الهول الذي لا يطعق ولقد فكر سريعا فقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمره وظل يتردد على دار الأرقم ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرير العين بإيمانه وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبرا ولكن مكة وفي تلك الأيام بالدات لا يخفى فيها سر فعيون قريش وآذانها على كل طريق ووراء كل بصمة قدم فوق رمالها وفيها الناعمة اللاهبة الواشية ولقد أبصر به عثمان بن طلحة وهو يدخل خفية إلى دار الأرقم ثم رأاه مرة أخرى وهو يصلي كصلاة محمد فصابق ريحة الصحراء وزوابعها شاخصا إلى أم مصعب حيث ألقى عليها النبأ الذي طار بصوابها ووقف مصعب أمام أمه وعشيرته وأشرف مكة المجتمعين حوله يتلو عليهم في يقين الحق وثباته القرآن الذي يغسل به الرسول قلوبهم ويملأها به حكمة وشرفة وعدلا وتقى وهمت أمه أن تسكته بلطمة قاسية ولكن اليد التي امتدت كالسهم ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالا يفرد الاحترام وهدوءا يفرد الإقناع ولكن إذا كانت أمه تحت ضغط أمومتها ستعفيه من الدرب والأذى فإن في مقدرتها أن تثار للآلهة التي هجرع بأسلوب آخر وهكذا مضت به إلى ركن قصير من أركان دارها وحبسته فيه وأحكمت عليه إغلاقه وظل رهين محبسه ذاك حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة فاحتال لنفسه حين سمع النبأ وغارف لأمه وحراسه ومضى إلى الحبشة مهاجرا أو وابا ولسوف يمكث في الحبشة مع إخوانه المهاجرين ثم يعود معهم إلى مكة ثم يهاجر إلى الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذي يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون ولكن سواء كان مصعب بالحبشة أم في مكة فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل مكان وفي كل ذمان ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاه محمد نموه وذجه المختار واطمأن مصعب إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قربانا لباريه الأعلى وخالقه العظيم خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أن أبصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغدوا أبصارهم وذرفت بعض ويونهم دمعا شجية ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامي حين كان الثياب كظهور الحديقة نظرة وألقا وعطرا وتملى رسول الله مشهده بنظرات حكيمة شاكرة محبة وتعلقت على شفته ابتسامته الجليلة وقال لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتن أنعم عند أبويه منه لقد ترك ذلك كله حبا لله ورسوله لقد منعته أمه وحين يائست من ردته كل ما كانت تفيد عليه من نعمة وأبت أن يأكل طعامها إنسان هجر الآليات وحاقت به لعنتها حتى لو يكون هذا الإنسان ابنها ولقد كان آخر عادية به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رجوع من الحبسة فآلى على نفسه لإن هي فعلت لا يقتلن كل من تستعين به على حبسه وإنها لتعلم صدق زعمه إذا هم وعزم فودعته باكية وودعها باكية وكشف لحظة أغتل ودايا إصرار عجيب على الكفر من جانب الأم وإصرار أكبر على الإيمان من جانب الإبن فحين قالت له ويتخرجه من بيتها اذهب لشأنك لم أعد لك أمة اقترب منها وقال يا أمه إني لك ناصح وعليك شفوق فاجهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أجابته غاضبة مهتاجة قسما بالثواقب لا أدخل في دينك فيزرى برأيه ويدعف عقلي وخارج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشذفة والفاقة وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتدي أخشن الثياب يأكل يوما ويجوه أياما ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدته والمتأنقة بنور الله كانت قد جعلت منه إنسان آخر يملأ الآيون جلالا والأنفس روعة وآنئذ اختارها الرسول لأعدم مهمة في حينها أن يكون سفيره إلى المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة ويدخل غيرهم في دين الله ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم كان في أصحاب الرسول يومئذ منهم أكبر منه سنا وأكثر جاها وأقرب من الرسول قرابة ولكن الرسول اختار مصعب الخير وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة ويلقي بين يديه بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة ومنطلق الداوة والدعاة والمبشرين والغزاة بعد حين من الزمان قريب وحمل مصعب الأمانة مستعينا بما أنام الله عليه من عقل راجح وخلق كريم ولقد غزى أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه فدخلوا في دين الله أفواجا لقد جاء يوم بعذة الرسول إليها وليس فيها سوى 12 مسلما هم الذين بايعوا النبي من قبل بيعة العقبة ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله و للرسول وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول يمثلهم وينوب عنهم وكان عدد أعضائه سبعين مؤمنا ومؤمنة جاءوا تحت قيادة معلمهم ومبعوث نبيهم إليهم مصعب بن عمير وإلى هنا ينتهي الجزء الأول من قصة الصحابي الكبير مصعب بن عمير رضي الله عنه وعرضاه انتظرونا في الجزء الثاني وادعمونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم انتظرونا في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة